مساء الفل يا حبيبي معلش انا طالع اتكلم معاكو في منطقة ضلمة جدا عشان عد كلمتين في منطقة السخافة عايز اقولهم لواحد اسخف من السخافة هو مسمي نفسه كوزينا كوميدي وهو بيقولش اي حاجة بالضحك خالص شخص سخيف جدا وده متقل جدا ومصطنع ويعني حاجة بيعلم بيها لربنا هو اسمه سخيف الحمار اسمه على وزن سخيف الحمار سخيف الحمار حانا نسميه كده هو سخيف الحمار فعمل فيديوهات بيطلع برضو يشتم المغرب ويطب الجزائر وكل كلامه كدب طبعا طرع اقلك حاجتين النهاردة رحية اثاروا انتباعي بشكل كبير جدا اولا هو كاتب يعني انا ما بعرفش هتكلم فرنساوي بتكلم اسباني وانجليزي وهو كاتب بيكتب للجزائريين اللي بيتابعوه أبانيان أبانيان عشان يتابعوه يعني انا اعرف ان الكلمة فالو بالفرنش مش أبانيان خالص هو بيكتبونهم بالعربي أبونيو أبونيو ده أولا تاني حاجة انه ده متقل جدا ومسمي نفسه كوزينة كوميدي هو القناة ما اسمهاش كده لك هو بيطلع يقول احنا على اججادة لجادة ده من برنامج كوزينة كوميدي اسمه انا قلتلك هو اسمه ايه خلص اسمه سخيف الحمار وبيطلع يقول كلام خاطئ جدا على المغرب بيتطرع على عمر هلال يقول لك عمر مش عارف هبال ولا هبال وهلباله وهبله بيطلع يقول كده ونصر هباليتا بيقعد يقول الكلام ده يعني والحقيقة ان احنا الاسلوب ده انا بعرف رد عليه كويس قوي يعني النوايات المهزقة دي بعرف رد عليه كويس لانه عامل فيديو بيقول على واحدة في المغرب بصوا بقى الجهل بصوا الجهل تابعوني على كوزينا كوميدي اللي يا فونتاس خافا بيتضحكش وبعدين قال لهم تعالوا اقول لكم موضوع ده فيه خبر غريب جدا من مراكش هو بيكلم الجزائريين وانا هورديكو تعليقات الجزائريين عاملة ازاي على قناته وبيقل أدبوا على المغربة عشان معادش يطلعوا وبعد كده قص الجزائريين بيقولوا يكتبوا عندي في القناة هنا عيب تغلط في الجزائريين طب انتوا ليه بتسقفوا الواحد بيغلط في المغربة هورديكو الأول هورديكو هو قالي وبعد كده هورديكو تعليقات في سكرين شوتس تحت هو قال انه فيه واحدة تم القبض عليها في مراكش عشان هي بتشتغل في الأول قاعد يقول يا ستات يا بنات استخبوا من الحلقة دي عشان هقولوا كلام خارج فيه واحدة ستة يا جماعة ما سكت في مراكش بتعمل عمليات بتكبر المؤخرات طيب سواني بس هو اصلا دي حاجة علمية موجودة في التجميل يعني هي علمية فيه أطباء بيعملوها فده أولا يعني أنا ضدها أو معاها أو أنت ضدها أو معاها بس هي موجودة موجودة في العالم كله مش بس في المغرب موجودة في العالم كله ده رقم واحد رقم اتنين البنات والحقيقة الستات اللي هو اللهم استخبوا كلهم موجودين في التعليقات بيكتبوا عنده عادي جدا وهو قال شفت واحدة كبة في التعليقات أي حاجة هطلعها بر وطبعا هو بيتفرج على التعليقاته مبسوط جدا والبنات بيكتبوا له عادي جدا بعد كده هو قال أنه بيقول أنه الست اللي بتعمل عمليات التجميل دي قال لها أنت البصوا يا جماعة السلطات المغربية أبضت عليها طب أبضت عليها ليه يا ولاد أبضت عليها ليه يا ولاد عشان العمليات دي غلط ولا عشان بتكبر مؤخرات الستات ولا إيه فلا عارفين أبضت عليها ليه عشان معاش ترخيص إيه ده يعني أنت المشكلة مش فيه نها بتكبر المؤخرات آه يا حمار المؤخرة مش يعني المشكلة مش فيه نها بتكبر المؤخرات يا حمار عشان أصلاً يا حمار دي عمليات موجودة لكن آه طبعا يتقبض عليها עشان معاش ترخيص لأنها بتمارس عمل تجميلي طبي ومعاش ترخيص فهمت سخيف الحمار فهمت ده أولا فانت بتتريأ على أن السلطات المغربية قبضت عليها عشان معاش ترخيص وانت كنت عايزهم يقبضوا عليها عشان بتعمل عملية تكبير المؤخرة لا يا حمار دي موجودة في كل حتة في العالم فما فيش حد هيقبض على حد عشان بيعمل عملية زي دي إلا لو معاش ترخيص يعني السلطات المغربية إذا كان أصلاً الخبر ده صحيح اللي انت جايبه ومعرفش من الحمام واللمنين فالسلطات المغربية من حقها تقبض عليها أيوة عشان معاش ترخيص لكن لو معاها ترخيص تشتغل عادي لأنها دكتورة دكتورة تجميل في حالة إنها معاها ترخيص يبقى هي واخدها ترخيص طبي يبقى هي دكتورة فهمتها أحمر ده رقم واحد فأنت عبت التريق على حاجة يا أصلاً ما فيش أي مجال التريقة قال لك في مراكش وبتعمل تصغير تكبير المؤخرة بعشرين درهم ده لو بتكبري مؤخرة فرخة وبعدين كبري عقلهم أحسن لا هو عقل ستات المغرب أكبر منك مئة ألف مرة بالجهل اللي انت طلع تتكلم بي سبحان الله كل اللي بيدافع عنهم جهلة كل اللي بيدافع عنهم جهلة مهم يعني و8000 ألف مليون مرة تابعون على القناح كوزينة كوميدي أنا بقى كوزينة إيه يا ابني ده انتف دواد ريخي من رخامها يا جماعة وسخيف ده متقيل ولا كوزينة كوميدي كوزينة كوميدي إيه يا عم خليك انتف كوزينتك ده أولاً طبعاً يعني أصروني على الأنور اللي عمالها تعدى من جنبي دي المهم يعني ده أول حاجة أتكلم عليها فطبعاً قمة الجهل يعني قمة الجهل سخيف الحمار رأي ورأي عمالين هسبريس عمالها تنشر كلام وتغلط نفسها إزاي يا ابني؟ أصلاها قالت إن إيران قدت درونز للجزائر وبعد كده قالت إنه إيران بتضحك إن الجزائر ما عندهاش درونز ولا حاجة وكده خبرين بينقضوا بعض يعني هو عايز يقول إنه هسبريس قالت إنه إيران قدت درونز للجزائر وده حقيقة وفي نفس الوقت هو طالع بيقول إنه هسبريس بتقول إنه الجزائرين ما عندهومش درونز وبس بيعملوا ده شو طيب برضو عشان إنت سخيف الحمار اللي مش فاهم حاجة وما درستش حاجة بجنيه في الإعلام في حاجة اسمها إنه أنا شفت خبر بيقول في الجزائر وفي وسائل الإعلام إنه إيران قدت الجزائر درونز تمام؟ فروح أنا أطلع أقول إنه إيران قدت وده بنودين إيران فيه في حالة النصح والحاجة التانية إنه أنا بتوقعاتي أنا ولما أعد أعمل تحرياتي أعرف إنه الجزائر ما عندهاش درونز ولا حاجة لأنها خايفة من الدرونز المغربية فبالتالي أطلع أقول إنه التقارير بتقول إنه الجزائر ما عندهاش درونز ولا حاجة إنها بتجدب وبتحاول تموه إنها عندها درونز في الحالة دي يا جاهل أنا مش بنقد نفسي أنا بقول خبرين الخبرين دول واحد فيهم صح والتاني غلط بس هو ده اللي لازم أعمله لما يبقى فيه جهة بتقول إنه إيران عن قدت الجزائر سلاح لازم أطلع أناقش ده ولازم أطلع أتكلم عليه لأن أنا إعلامي وهيس بريس صحافة فلازم تطلع تقول إنه فيه تقارير بتقول إنه إيران قدت الجزائر السلاح عشان لو ده صح لو ده صح يبقى فيه إدانة لإيران والجزائر أما إذا كان الخبر غلط فلازم أطلع أقول إنه يا جماعة بنسبة برضو إنه الجزائر بتتحك علينا وبتموه إنها عندها درونز وهي اللي عندها درونز ولا حاجة يعني ده ده أساس الإعلام هو هيس بريس مش جاية تقول لك الصبح إنه الجزائر قدت معها درونز من إيران وبالليل جاية تقول لك إيه الجزائر معاش درونز من إيران لا هو بيصدر الخبر كده إنه المغرب بينقض نفسه يعني لكن هو الخبر مش كده هو الخبر الأولاني بيقول حاجة حقيقية وتقارير كتير تدولتها إنه إيران قدت الجزائر درونز فلازم نطلع نتكلم عشان لو ده صح لو ده صح لو ده صح ندين إيران وندين الجزائر أما الخبر التاني اللي انت بتتريع عليه وتقول بيناقض الأولاني هو خبر برضو تقارير بتقوله إنه الجزائر بتتحك عن ناس وبتحاول تموه إنها عندها درونز ففي حالة إنه ده صح أو ده صح إحنا لازم ناخد رد فع ويا بني إنته تقول المغرب بتتقد نفسها في حالة إيه إنه المغرب وصحه في المغرب بتكلم على حاجة جوه المغرب بتناقض لكن لما أقول تقارير بتقول إنه في الجزائر فيه درونز ما أنا هعرف منين ما التقارير هاي بتقول لي وبعدين الصبح اقول التقارير بتقول انه الجزائر بتضحك علينا وما فيش درونز ففي حالة انه ايران اديتها درونز فاحنا بنوديين ايران اما في حالة الواقع فالواقع بيقول انه الجزائر ما عندهاش حتى الان ما يثبت انه عندها درونز فبرضه هي بتحول تروج لانه عندها درونز طب انت ليه ما قلتش نفس الكلام ده على الجزائر اللي طلعت قالت انه ايران ما اديتنيش درونز ولا حاجة وبعدين بالليل تقول اي راي احنا معنا درونز وانحارب المغرب ما هي هي؟ ما هو نفس التناقض ده؟ ما هو نفس التناقض يا زنفول؟ يا سخيف الحمار؟ ما هي نفس التناقض يا حبيبي؟ ولا انت بس عمف دي وبس المغرب بينقض نفسه؟ كل ده قوم وانك تجيب سيرة ستات المغرب وفي نص الفيديو بقى رح ناملكوا كلمة ليان معتدة بتعيدهم دي ليه قولك بقى أنا لا أقصد ان كل النساء المغرب كده أنا لا أقصد مش عارف ايه؟ طب انت أصلا جاب الخبر ده تتكلم في ليه؟ يعني ايه الفايدة؟ عشان كوزينا كوميدي لأ ده مختقيل جدا ده مختقيل جدا سخيف مفيش كوميديا يعني حتى الموضوع المعاد تتفرج مفيش كوميديا طيب؟ يعني حتى مش بيحاول يستظر ده هو مفيش خالص صفر أبيض ميح ومسمي وأقولك كوزينا يعني حاجة غريبة جدا فانت جاي بخبر بتقول يعني أنا ينفع بكرة أقول جزائرية تمسكت عشان بتكبر صدر الستات وما تمسكتش يا جماعة عشان بتكبر صدر الستات دي تمسكت عشان معاش تصريح وبعدين يقول له أصلا أنا بحترم كل ستات الجزائر أنا مقصدش حاجة إزاي؟ وبعدين أنت أصلا يهبل طالع بتتكلم على حاجة؟ هي أصلا طبية وعلمية إذا كانت انت باشا يعني إحنا مختفقين معها ومش مختفقين يا طبية وعلمية؟ وفعلا السلطات المغربية تقبط عليها في حالة إنها معاش ترخيص بس أما لو معها ترخيص طبي فهي هنا دكتور التجميل يا جاهل يا جاهل شوفوا بقى تعليقات الجزائرين على الموضوع عاملة إزاي؟ هسيبها لكم في الآخر تقروا عشان هم بيدخلوا في التعليقات يقولون نعيب وما تتكلموش علينا بصوا هم بيسقفوا الواحد بيقول إيه؟ بصوا التعليقات ترجمة نانسي قنقر